آآ سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وزيكا صحابة عمني ايه انا احمد شيتو. النهاردة كده معنا فيديو سريع كده وخفيف. يعني هنشرح فيه لو انت زي اتمثلا من شكل الموز بتاعك المؤشر بتاع الموز اللي قدامكو ده. لو انت زي اتمثلا مني الشكل بتاعه كده وعايز اشكال تانية جميلة كده ولزيزة وخطوات بسيطة يعني الفيديو هيبقى بسيط ان شاء الله. فده منضوع حاضر هذا ان شاء الله. بس اه طب يا جماعة رجعتوا بعد الانترو كالعادة نخش اعترفوا موضوع الحلقة. طيب بصوا يا شباب انا هسيب لكم لينك فيه صندوق الوصف. اللينك اللي هو يعني فوق هنا ده كده. ده على موقع جيتها. طيب بصوا يا جماعة شباب برضو بتبقى انتم مهمين ان يعني ادينا راحة فيهم. دي كلها اشكال انتموكم تعملها للموس. موكم الاشكال ليه على الشمال دي او اليمين دي. وبردك هنا يعني بصوا جماعة كل دي اشكال انتموكم تغير بها شكل الموس بتاعي. طيب يا عمي شيته. لو انا عايز حاجة من الحاجات دي كلها اعملها ازاي او اطبقها ازاي. بصوا شباب ما تخشوا على الصفحة دي هنا كده. هتجي هنا على كلمة اضغطوا عليها. وهتنزود تحت هنا كده هتلاقي هنا في حاجات كتير قوي. طيب ايه بقى كل الكلام ده عمي شيته واختر ايه وما اخترش ايه. بص يا معلم. لو انت بتمسك الموس بايدك الشمال هتختار اي حاجة عليها كلمة. ماشي كده? ولو انت طبعا زي حالتي كده يمان يعني اما ديجي تنزل حاجة هتختار الحاجة اللي مفيش فيها كلمة ولا واضحة كده يا شباب يعني انت لو شمالي هتختار اي اختيار يكون في كلمة. انما لو انت يعني زي كده بتستخدم اي ده كلمين? هتختار الحاجة اللي مفيش فيها او طيب برضك عمي شيته احمل ايه الكلام ده كله. بصوا شباب انتو عايزين ايه? يعني انت على ارجع هنا كده مسلا دي مسلا شكله. انت عايز الشكل اللي هو اسمه كلمة ده هو طبعا كله هنا اسمه وهنا في كلمة هنا مسلا هنا مش عارف تاني هنا ايه انت فاهمين يا جماعة هنا كلاسيك بس لون تاني اصمر او كده غير اللي كان في فوق مسلا او شكل تاني يعني. فانا مسلا هفترض انا اجيب ان انا الشكل ده. طيب لو ناخد بالنا كده ده في منه شكلين برضو. في هنا شكل زي حد كده الحاوب دات وحد ده. والحاوب هنا كده ايه? زي ميعة كده او فيها كيرف كده شوية. فاجيب دي ازاي او او ايه الفرق بينهم يعني بصوا شباب احنا اتفقنا خاصة دي اسمها هتيجي على الصفحة هنا كده وهتدوروا على الحاجة هنا اللي اسمها ايس. طبعا اللي الاخره هنا اكس ست ده ده تقريبا لي الناس اللي بتشغلوا به اللينكس. فمناش دعوا به. احنا كل اختاراتنا هتبقى على اللي هي فيها كلمة ويندوز. طيب هنشوف كلمة ويندوز ونشوف اللي فيها كلمة ايس. وما يكونش فيها كلمة رايد. فهنلاعي هي مثلا هنا هو. في بيتا هو. اللي هو في موودرن ايس. اللي هي ويندوز وهادة زي دها اي بي. تمام? احنا قلنا هنبقى في الويندوز مالناش دعوا به الي اكس زي دي. طيب. وفي تحت كمان هنا هو ايه اللي هي ببيتا وايس ويندوز. طيب اختار بقى ايه؟ يعني دي دي ولا اللي كانت الفوق? بصوا يا جماعة دي كده اللي اسمها ودي كده اللي اسمها فانت على حسب بقى انت عايز اللي هو الوريجنال ده اللي هو الحباب ده تحدى ولا عايز انا بالنسبة لي مسلا شايف ان ده يعني شكله اشك فانا هاجي كده هشوف الله اللي فين بقى الويندوز ادي الويندوز هيت ودي اللي هو الايس ودي مودرن وما فيش جنبها كلمة ولا حاجة هضغط عليها هنا كده وهنا مسحية تسعم ميجا بايت وهنزلها عندي على الديسكو توب طبعا الكلام ده جماعة عندنا اي شكل فتاني اعتقد انطبق بقى لاي شكل تاني انتو عايزينوا انا بس ايه بيضرب على اللي هو الايس ده لو انتو عايزين بقى اي حاجة تاني من الكامدة كله للانبس والحاجات دي كلها هينطبق عليها نفس الكلام هتلاقي كل الكلام موجود هنا طيب بعد ما هنزل معنا هنا كده هنزل الملف مضغوط هو هنفكر الضغط بتاعه اكتراك تير طيب بصو شباب حنلاحز كده هنا هتلاقي thought that تلات فولدرات. في فولدر هنا كده اسمه وفي هنا اللي هو اللي هو العادي يعني او منتظم يعني. وفي هنا اللي هو طيب الفرقة من ايه? لو انت عندك ششة كبيرة قوي. بقى ستة وخمسين بوصة بقى ولا الاركام الكبيرة ديات. خليك في الاكسترا. لو انت عندك بقى مسلا يعني اتنين وتواتين فيما فوق برضو. خليك في اللي هو انا بالنسبة لي مسلا انا عندي سبعة يشهنة سبعة وعشرين. فانا هختار اللي هو دي عادي خالص. فهخش عليها هنا كده. هلاقي ده هنا. هتيجي عندك هنا على كلمة. كليك كلمين عليها. وهتقول له هنا كده. هو يبدأ ثابت مع نفسه. وهتلاقيه لوحده تلقائي فتح لك الخصائص بتاعة الماوس يعني. وجاب لك خلاص ده الشكل بتاعه. برضوك هشوف لو انت بقى عايز مسلا تخلي زود السرعة بتاعته وتقليلها براحتك زي ما انت عايز ادي الويل مش عارف ايه هو ما غيرش احاجة في حاجات دي كلها هو كل نوع غيره لك بس غيره لك اللي هو ايه الشكل بتاع الماوس. طيب هنيجي هنا كده نقول له نقول له بعد كده اوكي. نزعش فينا جماعة شكل الماوس الغير خالص هوت بقى الشكل اللي انا اخترته اهو. طبعا بقى اي حاجة يعني فيها مسلا فيها او حاجة او بتاع يعني لو مسلا فتحنا ملف مثلا هنا مسلا ملف تيكست او جينا دخلنا عليه. هنا مسلا وكتبنا اي حاجة. برضوك الشكل اللي هو بتاع اللي انا مسلا لو انا عايز اعلم على الكلام او حاجة مثلا اللي هو الشكل المسطرة ده اختلفه اهوت. اه يعني انه هو غير لكل حاجة. وتبعا برضك لو انت عايز ترجع Jerение الشكل الاصلي بتاعك او الاساسي بتاعك سهلا جيدة هتخش عندك على وهتيجي عندك هنا على الموس هيجبلك شد ريكس هنا تانيا اعاد صحيح. وطوله هنا اهوت. وهتقوله هنا اهوت. هتقوله هنا اوكي هتلاقي. خلاص كل حاجة هترجع تاني زي شكلها العادي. وطبعا لو انت عايس ترجع لك تاني عادي خالص افتح برضو كنا ماوس وهجبها هنا كده تيجي على بوينتر هنا كده وهنا بدأ كلمة نن مثلا هتختار هلو ايه مودر نايز دي هنا كده وتقوله هنا ابلاي قوله هنا كده ييس وقوله هنا كده اوكي هتلاقي التطبيط معاك عادي خالص تماما هفرميلي الفكرة يا جماعة وطبعا من الفاتر بادي انت عادي خاص ممكن تمسحها مش يعني مش مهمة لحاجة خاصة سيشتغل معاك عادي جدا فبس شاب دا كان موضوع حالة النهار دا كان العادي يعني لو حق عجبتك ما تبخلش على بلايك كومنتر يميش زي كده اشتركوا في القناة طبعا مش مشتركوا فازور الجرس وبس كده يا شباب